شكرا جمعنا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبية جاء ذلك خلال اجتماع مواصع قده الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون في قطاع الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي والغاز وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الأخضر والهايدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ قاب 27 وخلال المباحثات توافق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في تلك القطاعات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان عقد الرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ خطة وموازنة العام المالي الحالي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشهد الاجتماع استعراد أهم الخطوات التنفيذية التي حققتها وزارة الاتصالات خلال العام المالي الحالي فيما يخص المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها وفي مقدمتها مشروعات بناء مصر الرقمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لرقمنة الخدمات الحكومية يعقد المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي مؤتمراً إقليمياً حول الجريمة السبرانية والأدلة الرقمية وذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو الاهتمام بالعنصر البشري في المنظومة القضائية ويهدف المؤتمر إلى تصليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية شأن الجرائم السبرانية والأدلة الرقمية ونعكاسها على تشريعات المقارنة أو إقرار صور التعاون الدولي في هذا المجال أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إخماد الحريق الذي اندلع بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية مؤكدة عدم وجود ضحايا وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم أن القوات الروسية هاجمت المحطة وأن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مكون من خمسة طوابق هذا ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مدير المحطة النووية أنه تم تأمين الأمان الإشعاعي بالمحطة اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبل بقصفها محطة زابوريجيا نووية الوقاعة في وسط البلاد والتي تعد الأكبر في أوروبا وقال زيلنسكي في رسالة عبر الفيديو أن بلاده تمتلك خمسة عشر مفاعلا نوويا مشيرا إلى أنه إذا حدث انفجار فستكون نهاية كل شيء وشدد الرئيس الأوكراني على أنه فقط التحرك الأوروبي الفوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية قال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظره الأوكراني فلاديمي زيلنسكي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حريق محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وذكر البيان أن بايدن حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لفرق الإطفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي اطلع أيضا على أحدث تطورات الوضع من وكيل وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بورس جونسون سيسعى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث القصف الروسي لمحطة زابوريجيا وحذر جونسون بحسب البيان من أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمي بوتين يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف وثمانية متعافين من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفارس إلى أربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وأربعمائة وسبع عشرة حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل ألف ومائتين وإحدى وستين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لفت إلى وفاة سبع عشرة حالة جديدة نهاية موجزة الثامنة نعود لاستكمال بيئي فقرات صباح خير يا ماصر بعد الفاصل